السلام عليكم مصدقائي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم BHP فهلأ أخذنا عن الاري حكينا عن الاري نوع الاري وهلأ ما لحنا نحكي عن الابجيكت الابجيكت لحنا نحكي عليها في وقت لاحق هلأ حاليا لحنا نبدأ بالفورلوب كيف هو الفورلوب لنرجع للاري طبعنا اللي هي مثلا لنا وعندنا الاري في موظفين وعندنا في هلأ خمس موظفين ألف ألفين وعندنا ثلاثة آلاف وعندنا أربعة آلاف وعندنا خمسة آلاف هدول خمس موظفين هاي الاري في خمس موظفين يجينا منطبعها نروح على البراؤسر حنلاقي عنا أنه خمس موظفين طيب نحنا قلنا أنه إذا بدنا نوصل ل الفاليو جواتها بكل بساطة نحنا منكتب نعمل قوسين مربعين ومنكتب مثلا ثلاثة لحنلاقي أنه حيطبعنا أربعة آلاف اللي هي هاي القيمة الان طبعا الاندكس تبعه ثلاثة لأنه البي اتش بي يتبلش الاندكس صفر وبعدين عنا الواحد واحد بعدين عنا الاثنين بعدين عنا الاثلاثة والأربعة طيب هيك نحنا حكينا طيب إذا أنا هيك بدي وصلت لي قيمة وحدة طيب إذا أنا بدي أوصل عليهم وحدة وحدة يعني بدي بدي أوصل القيمة صفر وواحد واثنين وثلاثة واربعة يعني أنا فعليا بدي أكتب هيك بدي أكتب هو صفر وواحد واثنين وثلاثة واربعة صح؟ إذا أنا بدي أطبعهم كلياتهم هيك أنا بدي أعمل فهون بتجي وظيفة الفورلوب الفورلوب بكل بساطة هو تكراري يعني عملية تكرارية لحتى نفهمها أكتر خلينا ناخد مثال عنها لحتى نفهم شو يعني فورلوب نكتب كلمة فور نكتب إنتر لحنا نلاقي أول شي هاد الفورلوب مكون من ثلاثة أقسام أول قسم معرف variable variable عادي مثل هاد variable تمام i تساوي صفر بكل بساطة تمام يعني عبارة عن i تساوي الصفر variable i index تمام وهون عنا condition اللي هو الشرط هون حاطة i أصغر من مو حاطة قيمة يعني نحن بنعطيه القيمة وهون i plus plus هاي إشارة الزائدين يعني إنه تضيف عليها واحد يعني تضيف قيمة i واحد فهون لحتى نفهم أكتر مثلا إذا حطينا أربعة أوكي وإذا يجينا طبعا عملنا echo لشو لل i خلينا نحزف دول ما بنياه هون ال i لحلا إنه طبعا صفر واحد اثنين ثلاثة ليش طبعا صفر واحد اثنين ثلاثة أول شي لأنه مقسم ثلاثة أقسام فهون أول قسم عم يعرف i وعطي قيمة صفر يعني i تساوي صفر بيجي لما بيعمل رون لما بيجي بيشتغل الكود وبيصل لهون لأنه في for loop أول الشي فات لجواة for loop أو فات على أول قسم من for loop لأنه في i variable اسمه i معرف وقيمته صفر بعدين بنتقل على القسم الثاني يلي هو condition فيتحقق هل هذا i أصغر من الأربعة تمام هو قيمته صفر فمعناته هو يعني مثل كان صفر أصغر من الأربعة فهذا صحيح فمعناته هون true صحيح فشو راح بدخل لجواة بنفذ جواة الكود الموجود جواة هاي القوسين هذا القوس وهذا القوس تبع for loop فشو راح نفذ echo the i اللي هي قيمته صفر تمام بعد ما نفذ هذا الكود تمام نفذ إذا نزل جواة هاي القوسين وصل طبع the i عمل echo the i اللي هي صفر وصل لهون وصل عند التسكير ما بيروح بيكمل لهون بيرجع لوين بيرجع بيرجع على القسم الثالث هاد فبيلاقي هون القسم الثالث انت عاطيه i plus plus شو يعني i plus plus يعني مثل مثل يعني انه i زائد واحد يعني هيك i زائد واحد فشو يعني هي i شو قيمتها صفر فعنات هلأ شو صارت صفر زائد واحد معنات صارت واحد القيمة تمام i plus plus يعني تساوي i زائد واحد فعنات هلأ صارت قيمة i واحد فبيرجع على القسم الثاني انتبه القسم الاول بس يشتغل مرة واحدة تمام بس اول اول لما يبدأ في يعمل run لل for loop بيشتغل هذا القسم فهلأ هون صارت وموصل لهون صارت قيمة i واحد رجع لهون لأن قيمتها هاي i صارت واحد فبتحقق من الشرط هل الواحد أصغر من الاربعة لحي لاي انه صحيح فبتر ما حكينا برجع بيدخل لهذا loop وبيطبع الواحد لأن صارت قيمة i واحد برجع بيكمل بعدين برجع على القسم الثالث لحي لاي انه i و يعني هي قيمتها واحد فواحد زائد واحد صارت اثنين فبيرجع لهذا القسم بلاي اثنين هل اثنين اصغر من اربعة فهذا صحيح كمان بروح بنفس زائد الكود فبيطبع هون اثنين برجع لهذا القسم الثالث رح تلاقي انه اثنين زائد واحد تساوي ثلاثة فبروح لهذا القسم وبيقول هل ثلاثة اصغر من اربعة فهذا صحيح برجع بنفس فبيطبع لنا ثلاثة تمام كمان بكمل الكود برجع بزيد على الاي قيمة واحد اللي هي هلأ صارت الاي ثلاثة زائد واحد تساوي عفوا صحيح ثلاثة زائد واحد تساوي اربعة فهلأ هون قيمة الاي شو صارت اربعة فهي اربعة اصغر من اربعة هذا يعني هذا شرط خاطئ فولس قيمته فولس فهون ما بنفز ما بروح بنفز جوات شوفي جوات الفورلوب بروح بكمل الكود بيطلع من اللوب بيطلع من هذا اللوب وبيكمل الكود لتحد فهيك طريقة عمل الفورلوب تمام فهلأ نحن شو بنستنتج من هذا الشيء نحن اذا هون عطينا اربعة هلأ لعننا هون اندكس صفر واحد اثنين ثلاثة واربعة طيب نحن هون هلح يبدأ من الصفر هلح يبدأ من الصفر لل ثلاثة يعني اذا هجينا عملنا ايكو للاري ايكو للاري واذا هجينا عطيناها ال اي تمام هون شو لحيصير لحيفوت اول شي ال اي صفر اي هون لحيصير يعني هاي هذا ال لحيصير صفر لحيطبع اول شي ال الف لأن هاي الاندكس صفر بعدين لحيزيد بواحد فلح تصير هون ال اي واحد لحيطبع بعدين ال الفين بعدين لحيزيد كمان واحد لحيصير اثنين قيمة الاي لحيصير اثنين يطبع ثلاثة بعدين لحيزيد واحد لحيصير ثلاثة فلحي يطبع الاربعة الاف تمام بنجي بنعمل رون لحيصير طبعا الف والفين وثلاثة واربعة تمام إذا بنا نطبع كليات نحن عنا خمسة اصغر من خمسة نقدر نحط اصغر اصغر او يساوي هيك بتصير اصغر او يساوي الاربعة فمعناته هلأ سيطبع الاربعة يعني سيطبع كل الاربعة كاملة سيطبع الخمسة الالاف الخمسة موظفين فهلأ هاي فائدة الفورلوب نستطيع عن طريق الفورلوب نعمل تكرار على الاربعة وهلأ طيب اذا نحن مثلا عنا الاري وما بنعرف قديش فيها موظفين ممكن يكون فيها الف ايتم جوات الاري الف الامين فكيف نحن بدنا نعرف الانكس تبع الاري في فانكشن بال بي اتش بي اسمها كاونت اذا اجينا عملنا ايكو تاكو الكونت وعطينا الاري هاي الفانكشن اللي حتطبع لنا العدد الاتم جوات هاي الاري فالحنلاقي انه طبعا لنا خمسة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة طبعا لنا قديش فيها كم اندكس فيها عدد الاندكس عدد الاري طبعا عدد الاتم جوات الاري طيب فاناته هون شو بنقدر نحن نعمل بنقدر نحن نستعمل الكونت عواضي الاربعة تمام كونت اصغر او يساوي نعمل بعدين ايكو ليشو لي الاري نفتح بين قوسين ونعطي اي قلينا كمان نعمل ايكو لي البر تقبل php مشان يطلع كل شيء في سطر لحاله رجاء طبعا الالف طبعا الالفين طبعا 3000 طبعا 4000 طبعا 5000 بعدين قالنا undefind array case 5 بالline 17 شوف هون اعطانا error بالline 17 قالك ما في عندك k5 صحيح هو نحن عندنا بالاري هون ما في عندنا k5 فعندنا من الصفر للاربعة ما في عندنا 5 تمام فهذا خطأ شو سوى خطأ انه نحن حطين هون اشارة يساوي للcount لان قلنا انه الcount تبع 5 فهلا هو يظل يعمل run للخمسة لحتى يصل للخمسة لحتى صير قيمة i 5 فنحن اذا ساوينها اصغر فقط فهو يوقف عند الاربعة ونحن نحل هذا الارور اللي طلع عنا طيب نحن كمان بالاري بنقدر نعملها مثلا بالعكس بنقدر نعملها بالعكس يعني مثلا انا بجي هون عوض ما اعطيها قيمة صفر وبعطيها قيمة الcount تبع الاري يعني هلأ شو صارت الاري الاري شو تساوي 5 لأن نكون تبع الاري لأن هاي الفونكشن 5 بترجع فمعناتها هاي الاري شو صارت قيمتها 5 فهلأ هون نحن بننغير الشرط لأن هلأ صارت الاري لازم تصير اكبر من اكبر او تساوي الصفر نحن بدنا يبدأ من الاري عفوا هلأ هون لحيبدأ من الخمسة لشو للصفر لحيبدأ من الخمسة لآي تساوي 5 لحينفز الشرط الآن هلأ صار معكوس من الاكبر الى الاظغر من الخمسة الى الصفر فهون هلأ هاي بدنا نغير له هاي بنحط مينس مينس شان تصير تطرح يعني خمسة تصير بنقص من واحد ما خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد صفر تمام إذا يجينا طبعا لحنلاقي انه كمان عطانا undefined array k5 لحنلاقي انه طبعا من الخمسة الاف للألف بينما كان يطلع من الالف لل خمسة الاف لأن صار موضوع عكسي لحنا بلشنا من القيمة الكبيرة فليش عطانا خطأ لأن عطانا خطأ array k5 لأن هون الكاونت تعطي الانكس تبع الاراي طول الاراي اللي هي خمسة فنحنا ما في عنا variable ما في عنا index خمسة هون فنحنا كيف نقدر نحل المشكلة من نحط ناقص واحد ها فهلأ نحل الموضوع وهاد كل شيء عن الفور لوب ونلقاكم في درس آخر ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب